أول رد رسمي من ناصر بوريطا على الجزائر بعد قطع العلاقات مرحبا معكم بلبيس باسل شوك إن شاء الله تكون خير جماعة صح وسلام بهذا الفيديو راح نحكي عن موضوع هام جدا جماعة بهذا الفيديو راح نشوف أول رد رسمي من الخارجية المغربية على الجزائر بعد قطع العلاقات وأيضا عنا موضوع هام حول البوليسيرو قبل ما نبليش فيديو لاتس تشيركم بقناة فعلوا زهر الجهاز نظل دعم تواصل تحطوا لايك يا جماعة خلفيديو تشير خلينا بالجلس قبل ما نبتدي بالفيديو شوفوا هاي الصورة يا جماعة شو لصها عاجل وليد الكبير المعارض الجزائري يفجر مفاجأة كبيرة ويقول الجزائر تطبع الكترونيا مع إسرائيل وتشتري تطبيقا إسرائيليا لتشتغل به شو لصها كتب المعارض الجزائري وليد الكبير على صفحته الفيسبوك ساعات قبل أعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية النظام الجزائري تطبع الكترونيا قناة النهار تطلق مجموعة النهار تيفي على تطبيق فيبر الذي تأسسه سنة 2010 في تل أبيب من طرف تالمون ماكرو المدير السابق للمعلومات بوزارة الدفاع الإسرائيلي وقال وليد الكبير المعارض الجزائري هذا نسميه التطبيع ولا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة تقولنا بطريقات شاركهم بهذا الكلام الذي كشفه وليد الكبير المعارض الجزائري هل انتهى الموضوع عند هون الجواب هو لا قيادي سابق في البوليسيرو الأنفصالية يصرح الاحتفاظ بالجبهة الأنفصالية يكلف الجزائر أموالا طائلة ومعركة خاصرة يرى القيادي السابق في جبهة البوليسيرو الأنفصالية مصطفى سلمة ولد مولود أن الاحتفاظ بالبوليسيرو أصبح مكلفا للجزائر ليس ماديا فقط بل سيكلفها معركة ستخسر فيها سمعتها وقال المسؤول الأمني السابق في البوليسيرو الأنفصالية تعليقا على قرار الجزائر بقطع علاقاتها مع المغرب أن الجزائر عملت بجد على مدار نصف قرن على أن تجعل من احتفاظ المغرب بالصحراء المغربية مكلفا بقدر يصعب معه الاحتفاظ بها ولتحقيق هذه الغاية صرفت أموالا طائلة على مشروع جبهة البوليسيرو الأنفصالية وأضاف أنه بعد مسابة نصف قرن بدل أن يصبح احتفاظ المغرب بالصحراء مكلفا أصبح احتفاظ الجزائر بالبوليسيرو مكلفا ليس ماديا فحسب وقد صرفت الجزائر ملايير الدولارات في تمويل مشروع الجبهة الأنفصالية منذ منتصف سبعينات القرن الماضي بل أن احتفاظ الجزائر بالبوليسيرو بعد 13 نوفمبر الماضي أصبح يكلفها ما هو أكبر قيمة من المال وهو المواجهة المباشرة مع المغرب وحلفائه وحتى مع المجتمع الدولي وهي معركة ستخسر فيها الجزائر سمعتها وقد تخسر أبنائها فضلا عن المال الذي كانت تخسره ثم أوضح أن البوليسيرو الأنفصالية وصل بها الوهن حد أنها لم تعد قادرة على فرملة تقدم المغرب وكان رمضان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري قد أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية واتهمها بارتكاب أعمال عدائية ضد الجمهورية الجزائرية هذه كانت تصريحات قيادي سابق في البوليسيرو كتبونا بالتعليقات ماذا لكم بهذا الشيء؟ هل انتهى الموضوع عند هون؟ الجواب هو لا رسميا أول رد من الخارجية المغربية على الجزائر بعد قطع العلاقات عبرت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها عن أسف المملكة المغربية اتجاه قرار الجزائر غير المبرر قطع علاقاتها الدبلوماسية وقالت الخارجية أن قرار الجزائر أحادي وغير مبرر لكنه كان متوقعا بالنظر إلى تصعيد الجزائر في الأسابيع الأخيرة وأن المملكة ترفض رفضا قاطعا للزراع التي قدمتها الجزائر وأضاف في بيانها أن المملكة المغربية ستبقى شريكا صادقا ومخلصا للشعب الجزائري وأنها ستعمل بحكمة من أجل تنمية علاقات مغربية صحية وأعلنت الجمهورية الجزائرية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بدءا من السلاساء 24 غسطس 2021 وفقا ما جاء على لسان وزير الخارجية رمضان لعمامرة حيث قال رمضان لعمامرة أن الجزائر ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب على خلفية أفعاله العدائية المتواصلة ضد الجزائر هذا كان أول رد رسمي من الخارجية المغربية على قرار الجزائر وما نراه الآن الخارجية المغربية المغرب يأسف على قرار الجزائر لأن هذا القرار قرار متهور قرار طائش والجزائر سوف تصبح في عزلة ووحيدة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله المملكة المغربية من جديد وبعد قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب الخارجية المغربية اليوم تؤكد بأنها ستبقى شريكا صادقا ومخلصا للشعب الجزائري وأنها ستعمل بحكمة من أجل تنمية علاقات مغربية صحية. كتبونا بقطع العلاقات شريكم بهذا الشيء ونقول تحية كبيرة لناصر بوريطا الرجل الدبلوماسي المحنك وتحية كبيرة لجلالة الملك محمد السادس الذي يمد اليد الممدودة دائما للشعب الجزائري بالمودة والمحبة والإنسانية جلالة الملك محمد السادس كان واضحا في خطابه الخطاب التاريخي الذي مد اليد الممدودة للشعب الجزائري وأراد فتح الحدود وتقوية العلاقات فنرى اليوم الرد بقطع العلاقات الدبلوماسية نقول لا حول ولا قوتها إلا بالله. كتبونا بطلقات شريكم بهذا الشيء ونقول في النهاية هني أن لنا بهذه الإنجازات المتتالية نعم إنها المملكة المغربية إنها الأمبراطورية العلوية الشريفة إنه المغرب يا سادة ويكسرنا على آخر الفيديو كل الحبوات نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام أبناءنا إلى الأمام فكلنا فيد الوطن يحيى الملك يحيى الوطن يحيى الملك يحيى الوطن ترجمة نانسي قنقر